لم تتغيب الكراسي الشاغر اليوم أيضاً عن المجلس الشعب الوطني الذي يناقش نوابه مشروع نظامه الداخلي مشروع جمع المعارضة والموالات على كلمة واحدة وعلى نقطة واحدة تتعلق برفض العقوبات التي ستطال كل نائب يتغيب بدون مبرر عن جلسات المجلس المادة التي هي مدى 68 و 69 وهي معاقبة البرلماني لا يمكن طبعاً لأن هذه الأمور موجودة في الدستور ولكن طالبنا أنه حتى إذا كانت هذه الأمور موجودة يجب أن يستعمل بطريقة تهذيبية ولأنه لا يمكن تقييد حرية البرلماني الغياب التعنوات بمشكل سياسي بامتياز لا يمكن أن نعالجه بطريقة إدارية كما هو يقترح اليوم في هذا النظام الداخلي يعني عندها علاقة مع نوعية المترشحين ليرشحوهم الأحزاب ونوعية نواب صفة عامة ولكن أيضاً أداء 133 مادة مطلوب تعديلها من أصل 151 منها ما يتعلق بالشأن الخاص للنائب كزيادة أجره الذي يقارب 30 مليون سنتيم أو توفير جواز سفر دبلوماسي وأخرى تتعلق بالشأن العام للعمل البرلماني كزيادة صلاحية النائب موجودة صلاحية ولكن في بعض الحالات صلاحية مقيدة نعطيكم مثال فقط بسيط لهو الخرجات الاستعلامية مقيدة بخرجة واحدة خلال سنة وهذا غير معقول طالبنا بأن نعطي أكثر صلاحيات وأن نحن كبرلماني نعطي أنفسنا من خلال هذا القانون الداخلي أكثر صلاحيات للبرلماني عندما مجموعة من النواب تحب تناقش حول قضايا الساحة أو قضية ذات بعد وطني مطلوب أن الأغلبية البرلمانية توافق على مبدأ فتح المناقشة لما يصلح البرلمان إذا لا يوجد نقاش رفعت هذه الجلسة دون تصويت حتى يتم النظر في التعديلات المقترحة من طرف مختلف النواب من أجل تكييف النظام الداخلي للمجلس الشعب الوطني والمتطلبات الدستورية الجديدة موسيقى